السلام عليكم معكم سارة في المطبخ لتحضير كيكة الموز أول شي بيلزم لنا موز تان نقطع عن دوائر بهيدا الشكل ما يكونوا سماك كتير ولا رفاع نمسح المقلية بالزبدة أو بالسمنة منكتر شوي حتى أبدا ما تلتصق عنا منصف قطع الموز جنب بعضهم ما بنترك كتير فراغات حتى ما ينزل خليط الكيك بيناتهم هغلفهم شوي بينما كنا عملت خليط الكيك حتى ما يسودوا وهلا بنا نحضر خليط الكيك بيلزم لنا بيضة بحرارة الغرفة بدنا نضيف عليها ملعقة كبيرة خلق أبيض حتى يشلنا أي ريحة غير مرغوبة بالإضافة لملعقة صغيرة من سكر الفانيليا نخفقهم شوي بس هيك حتى تطلع شوي ترغوة على وجه خليط البيض ما نضيف نصف كوب من السكر منخلطهم مع بعضهم ضقيقة بس حتى يمتزجوا شوي منرجع ما نضيف نصف كوب من الحليب السائل وثلاث كوب من الزات النباتي يعني واحد على ثلاثة من الكوب ومنضيف عليهم بعد ما نخفقهم كوب ونصف من اللطحين المنخول ما منضيفه دفع واحدة بالإضافة لملعقة صغيرة بيكينج باودر منخولة ونصف ملعقة صغيرة بكربونات سوديوم نخفق المكونات حتى نحس إنه بطل فيه تكتلات من اللطحين وبآخر خطوة منضيف آخر دفع من اللطحين نرجع منخفق حتى يمتزجوا المكونات بشكل كامل لازم هاك يكون قوام الكيك عنا ما شرخوا كتير ولا جامد كتير منصب خليط الكيك فوق الموز ومنصبه شوي شوي على مهلنا هو بياخد الشكل على الجوانب وما منصب دفع واحدة كبيرة حتى ما يتغير محل الموز عنا من تحت ويضل شكله حلو منخبط هيك خبطين ثلاثة حتى نتأكد إنه توزع بشكل كامل وهلا بدنا نحطه على نار هادية مدة 15 دقيقة لحتى 20 دقيقة نحن مغطيين عليه حتى نحس إنه نشف من فوق وهيك بعد مرور الوقت المطلوب بس تلاقوه نشف بطل فيه سوائل من فوق بيكون صار جاهز عملت هايدي الطريقة كتير أهيان من إنه نرجع نقلبه على الوجه التاني ونسويه على الوجه التاني هون بنتركه على نار كتير هادية لمدة 20 دقيقة وفيكم تحطوا ورق أليمنيوم تحت المقلاية فوق النار حتى يحفظوا من الحرارة في حال حسيته النار عندكن قوية شوي أو أي فاصل بين الحرارة وبين المقلاية بيحميه من الحرارة فيكن زينه بالطريقة اللي أنتو بترغبوها فيكن تحطوا بهيدا الشكل مربى مش مش على التراف حتى نخلي المكسرات عنا تلتصق بالتراف يطلع هيك شكله حلو ومن فوق حطيت شوية عسل حتى يعطيه لمعه شايفين هيك بكل بساطة بوقت كتير قليل نحصل على كيك سفنجي منه مثل البانكيك بيطلع كيك كيك يعني مثل ما بنعمله بالفرن هلا حتشوفوا كيف من جوه سفنجي عن جد كتير كتير طيب كتير خفيف وكتير طري في كتير أوقات وصفات لكيكات المقلات بنعمله بتطلع هيك طقيلة ومش سفنجي وخفيفة بهيدي الوصفة إن شاء الله حيطلع معكم قوامي كتير حلو حتمبسطوا تحسوها كأن طالعة من الفرن طعامة جدا مميز مكرم لمن فوق من دوم ما نحط سكر عليها من فوق يعني ناحي الموز ما حطينا أي شي اكتفينا بس بالزبدة أو بالسمنة وتركناها على نار هادية وأخذت هيدا اللون طعم جدا رائع كتير كتير حتمبسطوا فيه إن شاء الله وكل الوصفة على بعضها ما بتاخد ضقائق تحضير معكم يعني مثل ما شفتوا بس هيك قطعنا الموز خلطنا المكونات وحطيناه فوق الموز وعلى النار ما طاولت معنا ولا أخذ التعب جربوا وعطوني رأيكم بالتعليقات وقولوا لي كيف طلعت معكم هيك من يكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم إن شاء الله يكون عجبكم صحتان وهنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر